سابعينا في اليوم السابع حالة من اليأس حالة من الحزن انتبت عم فتحي بسبب نفوق سبع تلاف فرخة او دجاجة بمزرعته عم فتح ازايك الله احفظك ربنا انا شاف المنظر الفراقه هو سبع تلاف قول لي ايه الموضوع الموضوع عن سن الفراق وصل لسن سبع وعشرين يوم ما عنديش اي نفوق تماما في ليل تول انبارح طلحت بالليل العنبر لاجيت ان فرخ مهزوز فخدت فراخ تاني يوم فرخ واحد لا خدت اربح فراخ نافق وروحت بالدكتور هاني لبيب في سخة تمام عملي تحليل بي سي ار ب 500 جنيه تمام ياللي عندك اي بي ده فيروس فيروس اسمه اي بي تمام اداني علاج تمام جيت اديت العلاج بعد ثلاث اربح ساعات من العلاج حصل عندي نافق الف ونوف تمام بعد ساحتين تم النافق ثلاث تلاف فرخ من امبارح السبح الغير الساعة واحدة الضهر امبارح كان النافق وصل ثلاث تلاف و خمس همين نزلت فيديو لجميع انحاء العالم باستغاز بيه يقولوا لها حاضر احنا بضاهرة حاضر حنشيل عني والغد الوقت ما شفتش اي حاجة انها هتشيل عني ازمتي ولا هتشيل المأساة اللي سبب الفيروس اي عم فتح اي بيه فيروس ماشي في الجو اسمه اي بيه نوصل صوتك خسارة ربعمائة الف جنيه بس دي هتعلمك انك انت لما تي تلجأ تلجأ للطب البطري ما تلجاش لاي حدي تاني ماشي ما اختلفناك ما اختلفناك بس سنة طول عمري متعامل مع جوز الدكاترة من كام من كام من كام من كام من كام سنة انت عامل يا عم فتحي من تلاتين سنة واني شغل في شغل في الشغلانة دي دي للمرة الكام دي يا عم فتحي دي اول دورة في المزرعة دي اول دورة في المزرعة دي في المزرعة العشر ثلاث دي طب حصنت بقية الطيور دي متحصنة 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 في برنامج الدكتور عطو هوني كل كام يوم بحصن التحصنة بتاعي الله يكمل فعونك والله يا عم فتحي يعني خسرتك ربعمية الف جنيه إلا عشر إلا عشر تلاتي تلتمية وتسعين قال كل متابعينا في اليوم السابع رصدنا لحضراتكم حالة من الخزن حالة من الأسى العم فتحي اللي هو للأسف مزرعة مأجرها آآ رحضة حيضح فيها سبع تلاف آآ فرخة زي ما انتم شايفين كل متابعينا في اليوم السابع بالإضافة باقي تلات تلاف آآ فرخة تلات تلاف فرخة زي ما انتم شايفين ان هي موجودة ازاي دي المزرعة اللي فيها عشر تلاف آآ فرخة باقي تلات تلاف فرخة فقط آآ لغير لكن باقية الالتراخ نفقت آآ وعم فتحي في حالة الحزن والألم الله يكون فعونك عم فتحي يا رب احنا برضو هن آآ هن آآ هنوصل صوتك ان شاء الله بإذن الله وربنا معاك ول آآ نشوف آآ الكل من آآ آآ نشدته سواء اللواء جمال نودين محافظ غفر الشيخ انا عايز اقابل سيد المحافظ يرفع بروحي بس حاضر انا طالب موجودة السيد المحافظ يصبرني من اللي انا فيه تفسيات المحافظة لطالب مقابلتي ليه خلي راجل ما حلتش اي حاجة اللي انا ساديت قول لي يا عم فتحي انت 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 الفرخ دي جايبها القرض ولا جايبها ازاي؟ جايبها ااجل ااجل اه بغت ما بيعوا بروحي سابت بسدت فرخ وعلف ودو خسرتك كام؟ خسرت دخل على ربعمائة ألف ربعمائة ألف جنيه اه وهو سبح تلاف لما تحسب الطن وطلين تلاتة وتلاتين طن عليك الطن بتمن تلف وسبعمائة والكتكوت نازل عليها بسبعة جنيه بقيت ساحب ده وفوق السبعين ألف جنيه واخد حاجة سمعتت فيه غاز اللي هو شغالة دلوقتي اللي هي شغالة دلوقتي تمام؟ واخد مية وخمسين أنبوبة ربعمائة وخمسين أنبوبة الأنبوبة بخمسة وتمانين جنيه فجر خمسة وتلاتين ألف جنيه حاجة سمعتت فيه يعني خسرتك حدود خمسة وتلاتين أه أربع عمال العمل بياخد له أربح تلاف ونص في الدورة غير أكله وشربه العمل يصرف عليها ست تلاف جنيه أربع عمال لما يصرفوا عليها العمل ست تلاف جنيه وفارشة مكلفة عليها سباح تلاف جنيه ثمن تلاف جنيه وفارشة المتاعت الفراق إيجار مزرعة في السنة بسبعين ألف جنيه مش مزرحة ملك أنا مؤجب أنا إيجار كمان إيجار وموجه نداه للسيد محافظ كفر الشيء وموجه نداه للسيد مدير أمن كفر الشيء والواقعة قدامك يا سيد المحافظ الواقعة قدامك الواقعة قدامك هي بالعين يعني إنت دلوقتي برضو ولا أرض ولا داخل وممكن صحابي الأموال دي تشتكونا السكر ويدخلونا السيدون نروح فين يا سيد المحافظ عايز أجابة لحضرتك الرأفة منك حتصبرني والكلمة منك حتشيل عني ومش عارف أبصل لحضرتك يا سيد المحافظ هنوصلك إن شاء الله عم فتحي ده اللي هنطالبه من حضرتك عايز أجاب حضرتك بأي شكل انت وسيدك مدير الأمن شيله عني هنوصلك صوتك عم فتحي ربنا يصبرك على اللي انت فيه كل متابعينا في اليوم السابع رصدنا لحضرتكم حلم الحزن وعن الأسى اللي أصابت عم فتحي بسبب خسارة ربعمائة ألف جنيه بسبب فيروس انتشر في المزرعة بتاعته بسبب خسارة ربنا صبرك إن شاء الله بإذن الله هنوصلك لسد المحافظ كفر الشيخ كل المتابعينا في اليوم السابع كان معكم محمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع في كفر الشيخ